أنا مستوعب إن إحنا استحالة وإحنا عاديين في الحلقة هنقول على كل المنافذ اللي في ربعه الجمهورية لإن إحنا هنتكلم على المئات أو الألاف من المنافذ لكن هاخد السؤال في زاوية أخرى هل المنافذ بتغطي الكسفات اللي موجودة بشكل عام؟ يعني استحالة أروح مكان مالقش في منفذ؟ آه يعني بنسبة كبيرة يعني الأول اسمحل أشكر حضرتك على هذا اللقاء وطبعا الله يخليك وطبعا إحنا عندنا خرط المنافذ إحنا عندنا أكتر من ربعمية آسف من 243 منفذ 243 منفذ دهما تقريبا بيغطوا كل محافظات الجمهورية وعندنا مجموعة منافذ متنقلة أكتر من 30 منفذ المنافذ دي إحنا حطناها تحت تصرف أجهزة الحكم المحلي فيقوم السادة المحافظين أو السادة المسؤولين في المحليات يقولوا إن المكان ده محتاج أكثر احتياجاً المكان ده أكثر استحامة غير المنافذ الزبتة اللي موجودة اللي بتخدم على السكان في كل منطقة مش بس منافذ وزارة الزراعة على فكرة يعني إحنا بنتكلم على منافذ الزراعة لكن الدولة عملة مجموعة منافذ كبيرة صح هنلاقي مبادرة كلنا واحد مبادرة خير مزال عنا الأهلينة كل المبادرات دي هدفها وكل المنافذ دي هدفها إن يبقى فيه فرصة قدام المواطن يلاقي بديل لو روحت محل وليقيت الحاجة غالية ألاقي بديل عندي في حاجة تانية بديل كويس منتج عالي الجودة وسعر مناسب فيقوم لو فيه حد بيعمل ارتفاع غير مبرر في الأسعار يقوم هو كمان يقلل الأسعار ده سؤال للمواطن الدائم والملحم ما نيجي نقول له والله ده جشع التجار متسبب في جزء كبير جدا من الأزمة فيروح راضد وأنا هجيب البديل منين مشانتو الدولة بتقولوا إنه ممكن الأسعار دي تبقى أقل نقول له آه يقولي طب هتوفرها لي فين بالزبط عشان كده المنافذ ده دور المنافذ ويمكن توجيه ده رئيس مجلس الوزراء الحياة كان مواضح في هذه النقطة وقال إن حتى منافذ رمضان تفتح من أول شهر واحد أول شهر يناير وتكون موجودة عشان يبقى البديل متاح أمام المواطن المصري فعلا شفنا منافذ أهل الرمضان أو الشوادر بتاعت أهل الرمضان بدأت تفتح عندنا وزارة الزراعة بتشارك فيها بتحط المنتجات الخضر والمنتجات اللي بحتاجها المواطن المصري في منافذ أهل الرمضان غير المنافذ بتاعتنا اللي تم ضخ كميات أضافية فيها وزير الزراعة بنفسه بينزل يمر على المنافذ علشان يتابع الأسعار ويتأكد من الأسعار مطابقة والالتزام بالجودة ومعايير الجودة كل دي إجراءات بتقوم بها الدولة المصرية وبتنفذها الدولة المصرية على الأرض الواقع هدفها حاجة واحدة بس أن المواطن يلاقي احتياجاته بأسعار مناسبة ونمنع أي مغالاة أو أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار خصوصا أن احنا في فترة فيها تحديات عالمية متكررة ومتزايدة ومطولة فالدولة عملت جهود وعملت مشروعات دلوقتي احنا بنحاول أن احنا ناخد خير هذه المشروعات اللي نفذتها الدولة المصرية في فترات سابقة ونحطها قدام المواطن المصري بأسعار مناسبة تساعد أن احنا نواجه هذه الأزمة اللي موجودة العالمية إيه السلع اللي ممكن نلاقيها في المنافذ المختلف زراعة تموين أمان وطني يعني تقريبا كل اللي بيحتاجه البيت المصري من سلع أساسية بالنسبة له زيوت سكر رز لحوم دواجن كل اللي بيحتاجه البيت المصري هيلاقيه موجود في هذه المنافذ بحيث أن هو ما يحتاجش يلاقي مكان تاني أو ما يحتاجش يلاقي حاجة تانية بحيث أن يكون عنده دايما بديل مناسب أسعاره أقل صحيح المنافذ اللي بتعملها الدولة المصرية أكيد مش هتخدم المئة مليون مواطن مصري بس على الأقل أي واحد شعر أن فيه ارتفاع غير مبرر في مكان في الأسعار هيلاقي بديل مناسب في أحدى المنافذ التابعة للدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر